أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمائتين وستة آلاف ومائتين وسبعين مواطنا من خلال مائة وخمس وخمسين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياه كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية مؤكدة أنه تم إجراء ثلاثين ألف وتسعمائة وست وثمانين تحليل دم وطفيليات وأشعات وعقد ثنين وأربعين ألف وثلاثمائة واثنين وستين ندوة تبطيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافتة إلى تحويل ألفين وأربع واربعين حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي